اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي اختير شخصية هذا العام الهجري 1419 لجائزة جبي الدولية للقرآن الكريم فليتفضل بتسلم جائزته وإلقاء كلمته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسلام على سيدي المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلي وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعب دعوتهم إلى يوم الدين أما بعد سادتي وإخواني هذه مكرمة دقيقة حساسة ذات الردود ردود فعل متناقبة أولاً إن هذه المكرمة تستدعي ممن اختير لها حمد الله تبارك وتعالى والإقرار بأنه نعمة من الله وأنه ليس من استحقاق ولا من جدارة إنما وفضل من الله تبارك وتعالى فإنني أقول لكم بكل صراحة أنني إذا نظرت إلى طفولتي وإلى بيئتي وإلى المحيث الذي كان يحيث به وإلى الوضع الذي كان يسود على القارش الهندية بشكل خاصة وإلى تلك الفترة التي كان في الحكم الإنجليزي المقرر المقرر من القضاء على الخصائص الإسلامية والتراث الإسلامي والمؤسسات الإسلامية والاستقابة الإسلامية هناك ينشأ طفل في قرية في قدية ممعنة في مغرية في القرية وفي السحرابية على أشاطي نار صياد كفيرة من الفيضانات فيضطر أسرة هذه القرية الساكنة قاتلت فيها إلى انتخال إلى مكان آخر هناك ينشأ هذا الطفل ويتعلم اللغة المردية ويدرس القرآن الكريم على عادة والانتزام البنيوتات الشديدة بل الأسر الإسلامية كلها في القارة الهندية ولم تكن تلوه على جبينه أقول لكم بصراحة لم تكن تلوه على جبينه وعلى مخائله أمارات مبوغ وعمارت أن يكون في وقت من الأوقات في ساعات من الساعات جديرا أو مختارا لهذه المقربة التي تشبقونها وتزيدون في قيمتها وما كان أحد يتكهن ولو منه كل سراسة والمعية أن يتكهن بنبوغ هذا الطفل وبجدارته لإتحاف العالم الإسلامي والإتحاف العالم الإسلامي بالهدايا الإسلامية العلمية والفكرية والثقافية والدعبية والقيادية والثورية كلها هذا يستجري من الذي أخطير أو الذي لا أقول استحقه لكنه أخطير لهذه المكرمة أن يحمد الله تبارك وتعالى ويعترف ويقر بعدم جدارة لذلك ثم إنه بعد ذلك هو اختاره الله تبارك وتعالى قدر الله له دراسة دراسة اللغة العربية في بيئة غير عربية بعيدة كل البعد بعيدا معنبيا بعيدا بعيدا جسديا بعيدا بعيدا جغرافيا بعيدا ثقافيا من مهز اللغة العربية ومركزها ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون متطوعا لا أقول أكثر من ذلك أن يكون متطوعا وجنديا في حق الدعبة الإسلامية فهيئه لهذه المكرمة ومنع له فرص دراسة دراسة اللغة العربية دراسة حميقة قدروا دراسة ودراسة أصيلة كذلك ودراسة زوقية وعدبية ودعبية كذلك هذا أقول لكم بصراحة إن هذا الرجل الذي تختارونه لهذه المكرمة ويختاره صاحب السمو محمد مباشد على المكتوم حفظه الله وتباهي وتعالى وعطار حياته لم يكن أهد يتكهن بأن هذا الطفل أن هذا الشاب الذي نشأ في قدية هندية هندية صحرابية تقريبا أن يكون جديرا لهذه المكرمة لكن الله سبحانه وتعالى يفر ما يشاء يقدر ما يشاء فقدر له السفر الأول للبلاد العربية وهو في ثلاثينات في ثلاثينات وإنه نشأ نشأ كانت تغري بل كانت توحي بل كانت تلهم وكانت تكاهن بأن هذا الطفل لا يكون لا يكون بمكانة في اللغة العربية بحيث يستحق بلا في الدراسة الإسلامية بحيث يستحق هذه الجهازة الكبيرة وهذه المكرمة العظيمة ولكنه فضل من الله يفر ما يشاء وأنا أنتظر هذه الفرسة وبعد الشكر